يعني يكون اللي جاي فعلا أحسن لأن ده اللي كلنا بنحلم به ومش حنرتضي أي بديل عنه يعني فكرة يعني دلوقتي خلاص كما هي عادة الأهلوية بصفة خاصة يعني منقل بصفحة ونفتح صفحة خلينا دلوقتي نفتح صفحة التصفيات طبعا مؤهلة لكأس العالم إن شاء الله ودي طبعا يعني من ضمن أحلام كتير جدا 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 من المصريين الحقيقة عايزين بس نبتدي حلقتنا بالتأكيد على امتناننا لكل لعيبة المنتخب وكمان للجهاز الفني والإداري المعاون يعني عملتوا اللي عليكم وزيادة لعبتوا أربع مباريات 120 في 120 في 120 في 120 في 120 دي يعني من ضمن الحاجات اللي طبعا أكيد يعني كان لها انعكاسات سلبية كتيرة جدا لعبتوا فرق تقيلة جدا لعبتوا منتخبات قوية جدا زي منها واند كنت بتتكلم من شوية وبتحكي لحضراتكم يعني السنغال لوحده منتخب بدون مبالغة والتحاد أوروبي يعني لو سمعتوا الأسماء اللي هي قالتها كلها أهم من بعض وكلها أتل من بعض بتلعبوا منتخب في أحسن حارس مرمى في العالم فيعني الحقيقة استحقوا تحية وتقدير الجميع بما فيهم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا طبعا رئيس الجمهورية اللي بعت مبارح رسالة لكل اللاعبين كل لعيبة منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال وكتبت الصفحة الرسمية لسيدة الرئيس أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للعيبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية والحقيقة ده الإحساس اللي عند كل الناس كل الشعب كمان كل الناس عندهم الإحساس بأن يعني مفيش لوم على اللعيبة اللي هي عملوا اللي عليهم مزيادة وفي الآخر هي كرة القدم أنا بتفهم معيك يعني وأعتقد أي حد يعني تحقول إيه مدرك لطبيعة فعلا هذه الرياضة بيتكلم أو بيدم صوت يعني لصوتك أو لصوتنا